تحية مصر دائما وأبدا بإرادة شعبها وخلف قيادتها لبناء كل ما هو جديد يخص تنمية في جمهورية جديدة مرة أخرى أرحب في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري بالأستاذ جمال رائف الكاتب اللاصحفي برحب حضرتك مرة تانية أستاذ جمال ودعنا نتحدث عن سيناء التي كانت شاهدة على تضحيات الشعب المصري حررت من كل الغزاوة كل من حاول أن يدخل إلى مصر من هذه البوابة الشرقية وهذا الموقع الاستراتيجي الأولوية كانت في ربط سيناء بالوادي والدلدة وأنشئت الطرق وأنشئت الأنفاق أو حفرت الأنفاق أسفل قناة السويس وبدأ التعمير وبدأ البناء واستصلاح الأراضي الزراعية المختلفة كيف ترى هذه السلسلة من إطلاق المشروع القوم لتنمية سيناء؟ بداية العائد من تنمية سيناء هو الأمن القومي المصري هذا يجب أن نتفق عليه جميعا أن نعم هناك عوائد اقتصادية مهمة للغاية هناك عوائد تنموية في غاية الأهمية هناك عوائد استثمارية زراعية صناعية ولكن يظل العائد الأهم والأشمل هو العائد الخاص بالأمن القومي الحفاظ على هذه البقعة الغالية على أرض الوطن من خلال التنمية والبناء والتعمير وبالتالي وضعت خطة متكاملة الأركان طبعا هنا قبل أن نتحدث عن التعمير والبناء يجب أن نتذكر أن أيضا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بل تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية البواسل في مواجهة الإرهاب مهدت الطريق لإحداث هذه التنمية وبالتالي تضحية لأرواح شهداء مصر أيضا الأبرار الذين مهدوا طريق لتعمير سيناء هذه نقطة ثم لم يتوقف جيش مصر العظيم عند فقط بزلة تضحيات على مستوى الدماء في سيناء لتطهرها طبعا من الإرهاب ولكن ذهب أيضا للمساندة في فكرة الإعمار والتنمية وبالتالي أيضا القوات المسلحة المصرية كانت شريك مع الدولة بكافة مؤسستها وكافة أذرع التنمية المصرية لإحداث التنمية الشاملة في سيناء وضعت خطة أنا أعتقد أنها خطة تدريجية مهمة للغاية وكانت أيضا فكرة التدرق فيها يمشي بنتاق أو بوتيرة سريعة يعني بداية إصال أو إحداث شريين اتصال ما بين الوادي وما بين سيناء مجموعة كبيرة من الأنفاق عدد من الكباري العائمة شق عدد كبير من الكيلومترات داخل أراضي سيناء تمهيد الطرق وغيرها من شريين تنمية توصيل مياه النيل توصيل مياه النيل عبر طبعا صحارة سيربيون طبعا إنشاء واحدة من أكبر محطات الصرف في بحر البقر إذن إحداث ترعة السلام يعني الكثير والكثير من المشروعات الحقيقة يعني تأهيل في البداية المناخ المؤهل للاستثمار والتنمية لأن أيضا هذا الاستثمار وهذا التنمية يحتاج إلى الطرق النقل البنية التحتية ثم الزهاب إلى البنية التنموية الكهرباء، الصرف، المياه، المشروعات التنموية، تقديم الخدمات التعليمية، الصحية ثم الزهاب بقى الاستثمار في مجالات الزراعة، الصناعة وهنا يجب أن نتحدث عن نقطة يعني دائما في العقود الموضية كنا نتحدث عن سيناء سياحة فقط يعني حينما كنا نتحدث عن الاستثمار والتنمية في سيناء كنا نتحدث عن الشق السياحي ولكن الآن أصبح هناك بنية لوجستية كبيرة جدا يعني حينما نتحدث في أرض تحمل كل المقاومات بالضبط بالضبط يعني حينما نتحدث كمان عن ميناء العريش مثلا وتطويره وتحديث أيضا سبعة موانئ أخرى وحتى الموانئ البرية وعدد من المشروعات الخاصة بالنقل سواء على صعيد الربط السككي أو حتى مشروع قطار الكهرباء الذي يربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط هذا قناة سويس جديدة إذا جز التعبير إذن كل هذه المشروعات أيضا الجستية لم تجعلنا لأن نتحدث أن سيناء لديها مقاومات سياحية فقط ولكن لأن نتحدث أن سيناء لديها مقاومات لوجستية ولديها مقاومات على صعيد الثروة الطبعية لديها مقاومات على صعيد أيضا تعظيم بناء الإنسان داخل سيناء يعني ما يحدث الآن يجعل أيضا المواطن في سيناء الآن لديه قدرة على تعظيم قدراته في العمل وفي تنمية الاقتصاد وفي تنمية سيناء أكثر من ما سبق